بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الحادي والأربعون بعد المئة الحمد لله على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عما سجر بين الصحابة علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل يطالبون به أم لا فأجاب بقوله قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة بل قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وأبو موسى الأشعري وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن وما يحكى عنهم كثير منه كذب والصدق منه إن كانوا فيه مجتهدين فالمجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه يغفر له وإن قدر أن لهم ذنوبا فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة منها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية ومنها المصائب المكفرة ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها شفاعة غيره ومنها دعاء المؤمنين ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق ومنها فتنة القبر ومنها أهوال القيامة قال ثبت بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم وحينئذ فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبا يدخل به النار يدخل به النار قطعا فهو كاذب مفتر فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلا فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه من ذنبهم أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وفي الصحيحين عن عمار أنه قال تقتله الفئة الباغية قد قال تعالى في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فذبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة وقال الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع أيضا ومما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة والاستغفار للطائفتين جميعا وموالاتهم فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولا كالعلماء بل فيهم المذنب والمسيء وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهواء ولكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة كانت مرجوحة مغفورة وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ لكنهم كما قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم الآية وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها وقال رحمه الله الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعادات بعض المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم فأبو بكر وعمر أبغضتهم الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف ولهذا قيل للإمام أحمد من الرافضي؟ قال الذي يسب أبا بكر وعمر وبهذا سميت الرافضة فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لهما فالمبغض لهما هو الرافضي ولهذا قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق قال عبد الله بن مسعود حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها فإنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولهذا كان معرفة فضلهما على من بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه بخلاف عثمان وعلي ففي جواز التوقف فيهما قولان وكذلك هل يجوز الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان فيه روايتان إحداهما لا يسوق إحداهما لا يسوق ذلك فمن فضل علي على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة ولهذا قيل من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل دار قطني والثانية لا يبدع من قدم علي على عثمان لتقارب حال عثمان وعلي إذ السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك ولكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية لأن لا يضيع شيء من الدين لما قامت الأدلة الشرعية على وجوب اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهما لم يجوز ترك ذلك وأما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافضة طائفة من الشيعة الزيدية والخوارج وأما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج فالخوارج تكفر عثمان وعليا وسائر أهل الجماعة وأما شيعة علي الذين شايعوه بعد التحكيم وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم فكان بينهما من التقابل وتلاعن بعضهم وتكافر بعضهم ما كان ولم تكن الشيعة التي كانت مع علي على ما يظهر منها ليس فيها تنقص لأبي بكر وعمر ولا فيها من يقدم علي على أبي بكر وعمر ولا كان سب عثمان شائعا فيها وإنما كان يتكلم بعضهم به فيرد عليه الآخر وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن مشهورا فيها انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما وقد ذكر الشيخ في العقيدة الواسطية أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها فمن فضل علي على عثمان أو فضل عثمان على علي لم يضلل نظرا لشهرة الخلاف فيها وإنما التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة فمن زعم أن علي أولى بالخلافة من عثمان فهو ظال لمخالفته إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الخلافة فالخلافاء الراشدون على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال الشيخ ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ومعاوية رضي الله عنه لم يقاتل عليا لأنه يطعن في خلافته وإنما قاتله مطالبا بتسليم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لإقامة القصاص عليهم وكانوا في عسكر علي وعلي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم لعدم استثباب الأمر له ليتمكن من تسليمهم والواجب علينا الكف عما شجر بين الصحابة والاعتذار لهم وعدم التصديق بكل ما يروا من الأخبار في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم إنه جواد كريم وبهذا انتهت هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته